وإلى جدة حيث صدرت بلدية البلد أكثر من 17 طنا من الخضروات والفواكه وبدرت بالتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية للاستفادة منها للمزيد عن ذلك تنضم معنا من جدة مراسلتنا غدير البلوش مرحبا بك غدير معنا ومسى الخير أحدثين عن هذه العملية التي قامت بها بلدية البلد لديكم في جدة مرحبا محمد والسادة المشاهدين الكرام كما ذكرت صادرت بلدية البلد تابعة لمحافظة جدة أكثر من 17 طن من الخضروات والفواكه فيما وزعت الصالح منها إلى الجمعيات الخيرية كما أكد وكيل أمين محافظة جدة للبلديات أن الفرق الرقابية لدى البلديات تابعت عملية مراقبة المناطق العشوائية التي تكثر فيها عمليات البعي بطرق عشوائية ورصدت مجموعة من الجائلين بحي الهندوية يقومون بعمل تجمعات وعمليات بيع عشوائية كما أكدت الأمانة بأنها تحرص دائما على سلامة السكان وسلامة المواطنين لحد من انتشار فيروس كورونا كما أنها عملت على توفير مناطق مخصصة لبيع الخضار والفواكه أربع مناطق مقسمة على شمال المدينة جنوبها غربها والمنطقة الوسطى كما أكدت أيضا وزارة التجارة بأنها تعمل على تشكيل فرق يومية وجولات رقابية بشكل يومي وبشكل دوري للحفاظ على سلامة كافة المتجات والتأكد من وفرة المخزون حيث قامت حتى الآن بأكثر من 150 ألف جولة رقابية لمتابعة وفرة المخزون الاستهلاكي للمتجات الرمضانية وحتى لموسم عيد الفطر جميل أغدير معدى ذلك كيف تسير الحياة لديكم في جدة في أوقات تسمح بتجول هل عادت في جدة بعض العادات الرمضانية والطقوس التي كانت ما تكثر عادة تكثر في أحدهم الحياة وشوارع مدينة جدة مدينة جدة تزينت منذ اليوم الأول بالأجواء الرمضانية من الزينة الرمضانية التي كما ذكرنا سابقا التي أنها تميزت هذا العام بكونها زينة صنعت منزليا وصنعت يدويا بأياد الأطفال توجد حركة حقا هناك حركة مرورية هناك كثافة نوعا ما مقارنة بالأيام الأخرى أو مقارنة بالوضع في المساء أثناء وقت منع التجول ولكن حتى الآن أعتقد بأن الأوضاع مستقرة وأن الناس ملتزمين بمنازلهم بدون تجمعات رمضانية محمد نعم هل ذهبت إلى السوق وتابعت كيف تسير الحياة ومدى إقبال الناس على التسوق خصوصا في ظل هذه الإجراءات الاحترازية أنا ملتزمة تماما يا محمد كغيري من سكان محافظة جدة بعدم ذهابهم للسوق إلا في الحالات الطارئة أو في الحالات التي تحتاج الذهاب إلى السوق ولكن زملاء أنا عبدالله الغامديو عبدالرحمن المحضار وبقية الزملاء قاموا بتغطية الأسواق التجارية في النشرة الساعة الثالثة هناك بعض الحضور بالتأكيد وهناك أيضا المتسوقين ولكن تعتبر العداد قليلة للغاية جميلة غديرة البلوشة كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك